السلام عليكم انا زنوبية بغداد ارحب بكم قناتي زنوبية شنال وحبتي اليوم اعرفكم على مفضلاتي من المكياج والعناية بالبشرة وبنفس الوقت راح اساوي ريفيو عن غسول سيتافل فتابقوا اياي الفيديو حتى تتعرفون عليه اليوم بنات الفيديو راح يكون بالتعاون مع قناة برنس الزهراء واللي هميا راح تقدم لنا فيديو مفضلات مكياج وعناية بشرة راح اترك رابط القناة في صندوق الوصف ادخلوا على القناة وشوفوا الفيديو وسووا اشتراك وسووا لايك للقناة واتفرجوا على الروفيوهات الحلوة المفيدة اللي تقدمها قناة برنس الزهراء انا اليوم راح احشي عن مفضلات العناية بالبشرة ورح اسوي ريفيو عن غسول سيتابل لانه كهوائي بنات سئلوني عن هذا الغسول واكو عندي متابعة حابة ان هي تشتري هذا الغسول فقلت لها انتظري الروفيو عن الغسول فرح ابدأ بالروفيو راح اضطيكم كافة المعلومات عنه انا اخذت هذا الغسول بسعر 18 الف دينار يعني يطلع بحدود 15 دولار طبعا هو تجي بيه احجام يعني هذا الحجم اللي عندي هو الحجم الوسط الكمية مالته 256 ملي اكو حجم اصغر منه سعره 15 الف دينار واكو بيه حجم كبير سعره 34 الف دينار يعني يطلع تقريبا بهالحدود ما اتذكر بالضبط يعني بالبداية راح اقول سريعا المكتوبة على العلبة وهو انه هذا الغسول للجسم للوجه وللجسم وانه يناسب البشرة الجافة الحساسة ما يسبب تحسس او التهاب ناعم على البشرة ما ينسد المسام خالي من العطور خالي من الصابون مختبر طبيا الغسول هذا اكو كاتبين الشركة كاتبة طريقتين للاستعمال وحدة بيهم فاشلة تماما انا جربتها والطريقة الثانية هي الطريقة الصحيحة للاستعمال خلي اشرح بالبداية شنو هذي الطرق اللي مذكورة الطريقة الاولى هو انه احنا عادي لطريقة الاعتيادية للغسول لنرطب وجهنا اول مرة بالمي وبعديها ناخذ كمية منه ونفرق وجهنا به ونخسل بالمي نشطف بالمي هذه الطريقة العادية البسيطة الطريقة هذه فاشلة ويهذا الغسول لانه انا جربتها وجربتها بازالة المكياج يعني ما راح احشي لكم شنو صار لانه ما ريد اطول الريفيو بس باختصار الطريقة فاشلة الطريقة الصحيحة للاستعمال هي انه احنا ناخذ كمية من الغسول ونزعها على الوجه ويكون الوجه ناشف ما نبلل وبعديها ناخذ قطمة نبللة او مثلا يعني مثلا قطعة قماش نبللة او خاولي نبللة وبعديها نبدي نمسح الغسول من الوجه وبهذه الطريقة احنا نكون ننظفنا البشرة ممكن بهذه الطريقة يزيل المكياج العادي بس مول وتر بروف يزيل المكياج العادي وراح ينظف الوجه هذه الطريقة الصحيحة للاستعمال طيب فاذا اول شي احنا انا شرحت عن طريقة الاستعمال اللي هي اصلا ما عجبتني لانه انا ممكن اكون مستعجلة مضايقة يعني تعبانة فما اريد اجيب قطع قماش او قطن واجيب وامسح انا هذه الطريقة ما والمتني فهذه اول شغلة ما عجبتني بالغسول الشغلة الثانية انه هذا الغسول سعره غالي بالنسبة للمكونات والفعالية اللي ينطيها هذا سعره 18 ألف دينار بينما غسول سيرافي سعره 13 ألف دينار وراح اسوي لكم مقارنة سريعة بيناتهم حتى اوضح وجهة النظر عندي هنا اول شي بالنسبة للسعر هذا 18 ألف دينار هذا 13 ألف دينار بالنسبة لمكونات هذا الغسول بنات مكونات عادية ما بيها اي شي يفيد البشرة او يضيف منفعة او فائدة للبشرة بينما غسول سيرافي بي مكون اللي هو السيرامايد السيرامايد مادة هي أنتي ايجينغ تضيف ترطيب للبشرة وتحبس الترطيب واني حتشيات عنه بالريفيو سويت رفيو عن غسول سيرافي وبنفس الوقت الريفيو هميان كان عن غسول ليراك فرح اترك الريفيو بالأكارد صندوق الوصف حتى تشوفونا ما اريد اكرر الكلام بس مثل ما وضحت الغسول سيرافي بي مواد تفيد البشرة يعني هي أنتي ايجينغ تفيد البشرة المواد هذه ما موجودة بهذا الغسول فإذا لويش شنو اللي برر السعر الغالي لهذا الغسول يعني هو مجرد غسول عادي للبشرة الحساسة صح انه هو بي صح انه هو لطيف على البشرة خالي من الصابون خالي من المواد الضارة بس بنفس الوقت الآن هذا الغسول اقدر اخذ غسولات اخرى موجودة بالاسواق تكون اسعارها ارخص وبها مواد مفيدة اكثر يعني انا مثل سيرافي مثل سيرافي عندي هذا باليا سعره 4000 دينار للبشرة الجافة الحساسة ينطي ترطيب للبشرة اكو غسول نيفيا للبشرة هميا الجافة الحساسة سعره 7000 دينار هذاك الغسول هميا حلو ويعني غسول ماشي حلو عندي هذا الغسول من ليراك هميا هذا يناسب البشرة الحساسة لانه انا هسب هاي الفترة داخلي علاج واستخدمه وكلش حلو هذا الغسول ما يسبب تحسس او التهاب للبشرة فاذا انا ما اشوفت مبرر لسعر الغالي للغسول انا ما عجبني هذا الغسول ما رح ارجع اشتري مرة ثانية وراح احاول اخلصه بسرعة لانه يعني مثل ما وضحت هذه الاسباب اذا انه انتي تستعملين هذا الغسول ويعجبش ومرتاح عليها ما عليش بالكلام اللي اقوله استمر عليها اذا انه انتي حابة تشترينا فاني رح اقول انه اكو غسولات احسن منه بالاسواق فماكو داعي انه اشتري غسول غالي وينطيني نفس الفعالية لغسولات اخرى ارخص منه هذا كل ما يخص غسول سيتافل وهس رح نحتي عن مفضلاتي من العناية بالبشرة انا هسا رح احتي عن مفضلاتي من العناية بالبشرة وراح ابدأ بغسول ليراك واريد اوضح شغلة بنات انا دائما استعمل غسولات للبشرة ما استعمل صوابين لانه الصابون من ضمن مكوناتها مادة تسبب تصلب الصابون يعني اضيفون للصابون هو بالحالة السائلة مادة تخلي الصابون يكون صلب يعني يجي قطعة وحدة صلبة هذه المادة من رح تغسلين وشيش بالصابون رح تنتقل من الصابون الى البشرة وتسبب ضرر للبشرة ممكن انسداد المسام ممكن اي ضرر ثاني فبتعدوا عن الصابون استخدموا غسولات للبشرة انسب من الصوابين فهذه المعلومة حبيت اوصلها لكم وهس رح ابدأ بمفضلاتي اللي هو غسول ليراك انا هذا الغسول طلعت عنا ريفيو كامل وحجيت عن مميزاته واللي اريد اقولها باختصار انه هذا الغسول خالي من العيوب سعره 25 الف دينار يستحق الثمن المدفوع بي واذا شفتي هذا الغسول اخذي هذا الغسول من اروع ما يكون احسن غسول جربته لحد الان وبيه واي مميزات ما رح ارجع اذكرها مرة ثانية لانه طويلة يمكن العيب الوحيد اللي بيه يعني انا دورت على العيوب ما لقيت بس طلعت لكم عيب صغير وهو انه فترة الصلاحية مالته ستتأشر يمكن هذا العيب الوحيد اللي بيه الغسول هذا ممتاز لتنظيف البشرة وازالة المكياج من اروع ما يكون فاذا حبيتوا تجربون هذا الغسول انصحكم جدا انه انتو تاخذونا وتجربونا بعد الغسول لانه انا رح امدي حسب ترتيب يعني احنا بعد الغسول رح نستخدم تونر للبشرة احسن تونر جربته فيه حياتي هو هذا التونر بالبيتamazي تونر فيتamazي من ماركة ايب هانسل هذا احسن تونر جربته فيه حياتي وراح اقول هسا ليش اولا هذا التونر طبعا هو لكل انواع البشرة التونر هذا امريكي لانه ماركة ايب هانسل هي ماركة امريكية قسم من المنتجات موجودة الان في بغداد بس للاسف هذا التونر ما شفته إذا شفتوا هذا التونر فأكيد راح تحبون بعد ما راح أوضح لكم هسا المميزات مالتا أولا مكونات هذا التونر هي نفسها مكونات السيرم اللي هي سيرم بيتامين سي نفس المكونات موجودة بهذا التونر المواد مالتا عضوية طبيعية الكمية مالتا كلت شبيرة مثل ما داشتشوفون من أستعملها بعد الغسول أستعملها بالقطنة أخذ شوية منها بالقطنة وأوزعها على الوجه ألاحظ أنه البشرة صارت ناعمة المسام قفل المسام وطلع لي الأوساخ أو بقايا المكياج من داخل المسام هذا التونر من أنواع التونر اللي تكون خالية من العيوب فترة الصلاحية السنة كاملة الكمية مالتا كلت شبيرة يعني أنا بقى عندي فترة طويلة أصحكم إذا التونر هذا شفتوا بالأسواق أو أنه أنت وعدكم إمكانية أنه نجيبون هذا التونر بنات فأخذوه كلش زيان هذا التونر ومن أحسن أنواع التونر اللي جربتها من التونرات اللي جربتها واللي موجودة بالأسواق الآن ومتوفرة وسعرها رخيص وهذا التونر من بي أف سي سعرها 15 ألف دينار التونر هذا هميان كل الزيان ورح تلاحظون هواية منتجات من بي أف سي رح تلاحظوها بالمفضلات عندي لأنه هذه الشركة منتجاتها روعة والمكونات مالتها ممتازة والفعالية مالتها تبين من أول شهر هذا التونر من بي أف سي هو يناسب البشرة الجافة والمختلطة والعادية يعني ممكن ما يناسب الدونية لأنه ينظف من داخل المسام يقفل المسام وينعم البشرة وينطي ترطيب للبشرة بمكونات كلش حلوة مفيدة مثل العسل الملكي أو هي شي شي يعني المهم أنه هذا التونر فعال وحلو ويعني استحق السعر هميان بعد التونر بنات رح ندخل على سيرامات البشرة بس أنا هسه رح أحكي عن العين وبعدين رح ننتقل إلى سيرامات البشرة من السيرامات اللي جربتها للعين وعجبتني بما أنه إحنا هميان ده نحكي عن ماركة بي أف سي عندي هذا السيرام بالكولاجين من بي أف سي كلش حلو هذا السيرام أنا طلعت عنا ريفيو كامل بالقناة رح أترك الروفيوهات اللي حتشيت عنها اللي هي تقريبا يعني أغلب هذه المنتجات أنا يسوي عنها ريفيوهات فرح أتركها بالقناة حتى تشوفوها هذا السيرام بنات هو بالكولاجين واللي ميز الكولاجين الموجود بي أنه نوع الكولاجين أنه هو سريع النفاذ داخل البشرة وفعاليتها أحسن من الكولاجين العادي لأن الكولاجين أنواع فهذا الكولاجين من النوع الكولاجين اللي ينفذ سريعا بالبشرة ويكون فعاليته أسرع ويكون مفعولة أحسن هذا بي أف سي هذا يعني كمية شبيرة طبعا كمية شبيرة ممكن تستخدمينها للعين أو حتى لكامل الوجه عادي جدا السيرام هذا كلش حلو من بي أف سي ورح تلاحظين فعاليته رح تلاحظين شد حول محيط العين إذا كان عندش خطوط أو تجاعد رح يشد لش حول محيط العين كلش حلو هذا السيرام يعني ومن النوع اللي فلوسه بي وأني دائما رح تلاحظون هذه أكرر الكلام عن منتجات بي أف سي السيرام الثاني اللي استخدمته لمحيط العين وعجبني وجاب وياي نتيجة من أول شهر وهذا السيرام اللي هو السيرام الكافاين من أوردناري وسيرامات أوردناري منتجات أوردناري بينات كل الزيانة وتبين الفعالية مالتها من أول شهر وأسعارها جدا مناسبة ورخيصة فهذا السيرام اللي هو بالكافاين من أوردناري هذا إذا عندك هالات حول العين رح يفتح الهالات رح يزيل الانتفاخ لأنه الكافاين يسوي تنشيط تحريك للدم الهالات من ينتجي أنه الدم يجمع فهذا الكافاين رح يحرك الدم حول العين فراح يشيل السوات حول العين جدا أصحكم بهذا السيرام بالنسبة لكريمات العين بنات أنا أغلب الكريمات اللي استخدمتها هي كريمات أمريكية ما موجودة في بغداد جربت هواي كريمات بس الكريمات اللي جربتها بالفترة الأخيرة وعجبتني هي هذه الكريمات من سيرابي ومن بالية هذا الكريم ينطي ترطيب كلش حلو إذا كان عندش حول محيط العين ناشف فأخذي هذا الكريم من بالية أول شي سعره رخيص يعني طلعت ريفيو كامل عن منتجات بالية ودليتكم بالريفيو المكان اللي تشترون منه من أرخص يعني أرخص الأسعار اللي هو موجود بالشورجة فراح أترك الريفيو بالعيكارد أو بصندوق الوصف شوفوا الريفيو وندلوا المكان بالضبط حتى تجيبون منه منتجات بالية هذا كلش حلو للترطيب حول العين وعندي هذا من سيرابي كلش حلو هذا من سيرابي بيهو مكونات مفيدة للعين سعره مناسب سعره 15 ألف دينار هذا سعره 7000 دينار وهذا مثل ما قلت سعره 15 ألف دينار كلش حلو هذا للهالات ولمحيط العين أهميا رح يشد حول محيط العين فإذا بالنسبة للسعر وللمكونات أخذوا هذا الكريم من سيرابي فهذه هي كريمات العين طبعا أنت ممكن إذا يعني تحبين ما تحبين تستخدمين كريمات للعين أو تشوفيها غالية ممكن تستخدمين كريم الترطيب نفسها للبشرة تستخدمينها حول محيط العين ينطيش نفس النتيجة عندي للشفايف هذا المرطب الشفايف من نيفيا هذا بنات يعالج الشفة إذا كان بها قشور أو ناشفة الشفة عندش أو تشققات تصير بالشفة هذا رح يعالجها هذا كل الزيان من نيفيا أحسن مرطب شفايف أنا جربتها لحد الآن سعره 6000 دينار وبنسبة حماية اللي هي SPF 15 فإذا تحبون جربوا كلش حلو هذا المرطب من نيفيا هس بما أنه إحنا حتشينا عن الغسول والتونر هس رح نبدي نحتي عن سيرامات البشرة آني الأنواع اللي جربتها السيرامات وشفتها كلش حلوة فعالة هي من شركة تروسكن هذه الشركة جدا محترمة مبيعاتها أفضل المبيعات من الأمازون حققتها فإذا منتجاتها كلش حلوة إذا تحبون تأخذون يعني سيرامات للبشرة وتكونون متأكدين من الضامنين النتيجة فأخذوه من شركة تروسكن وهذا السيرام إذا تشوفونه هميا كل الزيان هذا السيرام حشيت عليه في فيديو سابق عن فكرة روتين لعنام البشرة رح تركب الألقات أو بصندوق الوصف حتى تشوفونه عندي هذا السيرام هميا بنات هذا السيرام الماتريكسل من أرديناري كلش حلو هذا السيرام يطي نتيجة من أول شهر وأريد أقول ملاحظة بنات أن سيرامات أرديناري أو منتجات أرديناري حاولوا تأخذوها من مكان ثقة رح أترك لكم اسم المحل اللي أتعامل وياه في صندوق الوصف لأنه ممكن أكو صيدليات ترفع الأسعار فتضرب السعر في ثنين وفي ثلاثة فحتى لا تقفصون عليكم مثل ما أقول لا أنا رح أكتب لكم اسم المحل اللي بيع منتجات أرديناري بأرخص الأسعار فنرجع لأورديناري منتجات حلوة وفعالة ومفيدة من أول شهر رح تبين النتيجة بعد ما حكينا عن سيرامات البشرة رح أحكي عن كريمات الترطيب اللي عجبتني واللي هي أول كريم ترطيب أنا رح أحكي عنه هو من بي أف سي مثل ما قلت لكم أنا هذه الشركة رح تلاحظونه هواي منتجات إليها بالمفضلات جربت من عندهم هذا كريم بيتامين سي اللي هو كريم نهاري هذا سعره أربعين ألف دينار بس هسا بنات أكون عروض على المنتجات شركة بي أف سي فاستغلوا الفرصة وروحوا جيبوا من عندها منتجات لأنه منتجاتها روعة والمكونات ما لتكون زينة الكريم هذا كاتبين عليه أنه هو ينطي إضاءة للبشرة وينطي تفتيح وينطي نظارة وبالفعل أنا لاحظت إضاءة ولاحظت نظارة وراحظت ترطيب وتفتيح للبشرة من أول ما بديت أستخدمه فكلش عجبني هذا الكريم وأنصحكم به وهذا أحسن كريم بيتامين سي أنا جربتها يعني حتى أحسن من كريمات أمريكية ثانية أنا جبتها من الأمازون هذا الكريم أحسن من عندها وطبعاً أكون متجاته هواية من BFC تستحق لتجربة فأني أنصحكم أنه أنتوا تجربوها الكريم الثاني اللي طبعاً غني عن التعريف واللي عجبني واللي يعجب كل الناس هو كلينك اللي هو لوشن الترطيب من كلينك هذا قنبلة ترطيب هذا ترطيبة يبقى طول اليوم ومو بس يبقى طول اليوم البشرة من راح تستعملونه البشرة تكون عبالك مطاطية يعني أنا من أخلي إيدي على وجهي أحس أنه إيدي يدغوص من قد الترطيب اللي ينطي هذا اللوشن من كلينك طبعاً أكيد أكيد لازم تحصلون ونتم تأخذون المنتجات الأصلية فتعاملوا ويا المحلات الثقة لا تتعاملون ويا أي محل والسلام لأنه كلينك بنات غالي يعني كريم ترطيب يعني هو كريم غالي وانتبهوا بالموضوع الأصلي والتقليد فإذا كلينك هو رقم واحد بالترطيب عندي بديل عمنا أرخص منه بديل عن كلينك اللي هو عندي بديل عن كلينك وأرخص منه سعر عشرين ألف دينار هذا بنات اللي هو هايدراجينيس الويووتر من لوريال هذا أني طلعت عنا ريفيو بالفيديو السابق راح تركب لأكارد أو صندوق الوصف حتى تشوفونا هذا كمية سابعين ملي بثلاث مرطبات اللي هي اللي هي جل الصبال والقريسيرين والهاليرونيك أسيد كلش حلو ترطيب مالتي يعني تاخذين شوية منه يرطب ليش كامل الوجه ويبقى الترطيب مالتي فترة ست ساعات وإحنا هسه بهذه فترة نحتاج إلى كريمات مرطبة إذا كانت بشرة الجافة حساسة لأنه هذا البشرة الجافة الحساسة مثل ما تشوفونه هنا أنا هذا الخط الوردي فأخذي هذا الكريم راح ينطيش نظارة راح ينطيش ترطيب وسعره جدا مناسب وأقدر أقول عنه إنه هذا بديل عن كلينك عندي هذا المرطب اللي هو من بيبانثين هذا بنات مرطب يعني هو نقدر نقول مرطب للبشرة الحساسة وهذه ناسب البشرة الدهنية ممكن تستخدمينها للترطيب لكن ما تقدرين تستمرين عليها فترة طويلة لأنه هذا ما بي مكونات إضافية تفيد البشرة وأني ذكرت معلومة مهمة عن العناعب البشرة قلت لكم إن البشرة لا تستمرون فترة طويلة على نفس المرطبات لا لازم تغيرون بفترة وفترة حتى هذا الشيء سوي تحفيز للبشرة ما تصير البشرة كسلانة وخاملة وإنما إحنا ننطيها تحفيز باستمرار حتى تتعامل وي تستفاد من مكونات اللي موجودة بالكريمات فهذا بماثين كلش حلو أنا مرات أستخدمها لمنصير مرات عندي حروق يعني مثلا بالمطبخ أستخدم هذا على إيدي كلش حلو وسعره رخيص سعره 6000 دينار فهذه مرطبات البشرة اللي جربتها وعجبتني أنا جربت منتجات أخرى مهمين عجبتني بس يعني هذه أكثر شي جربتها وحبيت أنه أنا أحشي ما حشينا عن مرطبات البشرة وأني هسا مثل ما قلت لكم ده أمشي بالترتيب بالخطوات عندي واقيات الشمس اللي هي لرشبازي وإزز بنات هذه أحسن واقيات شمس جربتها وأني جربت عدة أنواع وسويت لكم معنا رفيوهات بس هذه أحسن أنواع واقيات شمس جربتها اللي هي من تخليها وطلعين بيها بالشمس الحارة من الطلعين إلى أن يترجعين بشرتش ما رح تتأثر وما رح تصد بيها لفعة من الشمس عندي هذا لرشبازي هذا جدا راقي هذا واقي الشمس جدا راقي وروعة ويرطب البشرة ويحمي البشرة من تأثير أشعة الشمس سعره 25000 دينار يستحق السعر المدفوع به وعندي هذا من إزس هذا معنات أنا راجعت أطباء جلدية بالبداية كنت أراجع أطباء كل طبيب جلدية أدخل عليه وأسئله عن واقي الشمس يقول لي أخذي هذا إزس فإذا هذا إزس باختيار أطباء الجلدية سعره 14000 دينار يعني سعره رخيص وأقدر أقول أنه هذا بديل عن لاروشبازي إذا ما قدرتي تدبرين لاروشبازي أو شفتي غالي أخذي إزس هذا جدا ممتاز فهذه هي واقيات الشمس اللي أقدر اللي أعتمد عليها واللي أنصحكم بيها أنه أنتوا تأخذوها وتجربوها إذا حبيت واقي شمس يحافظ على البشرة وما يسبب إسميرار للبشرة كثيرا عندي مقشرات البشرة أنا جربت هذا المقشر من بالي هذا المقشر بنات كلش حلو الحبايبات ما لتبعها نسبة خشونة فتكون فعالة وبي زيوت مرطبة للبشرة فكلش عجبني للتقشير وأكو مقشر ثاني اللي هو بايفس هذك هميا كلش حلو المقشر لأنه بي مياه حرارية فأحس أنه ينطيني شد للبشرة هميا أنا طلعت عنه ريفيو رح أترك لكم الريفيو بالآن كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفونا فهذه أحسن مقشرات جربتها ومن بالي هميا جربت ماسكات للبشرة أنا شوية من النوع الكسول البنات يعني ما أحب أخلي ماسكات وأشيل شوية من النوع الكسول بس ماسكات بالية كلش حلوة جربتها وطلعت ريفيو هميا عن ماسكات البشرة والماسكات الكورية فماسكات بالية عادي تشوفون يعني القطعة هذه سعرها ألف ونص كلش حلوة ورخيصة وفعالة إذا حبيتوا ماسكات رخيصة لأنه يعني تعرفون ماسكات غالية ماسكات الزيانة اللي تنبع بالأسواق غالية فهذا بالنسبة لماسكات البشرة إذا حبيتوا أن تجربوا نوعية حلوة أخيرا بالنسبة بنات إلى حبوب الكولاجين هواية تجيني أسئلة عن حبوب الكولاجين وأكواي بنات يصرون يعني أعمارهم صغيرة ويسئلون عن هذه الحبوب بنات آني سأل الطبيب اختصاص عظامهم ومفاصل وقال أن حبوب الكولاجين تستخدم من عمر 45 سنة فما فوق يعني إذا كان عمرش أقل من 40 سنة ما رح تقدرين تستخدمين حبوب الكولاجين أكواي أسئلة تجيني عنها بصراحة أنا ما أعرف كل الإجابات عنها بس بالنهاية أقول أنه هذه الحبوب ممنوع للبنات اللي تكون أعمارهم أقل من 40 سنة ويعني إن شاء الله أنه تكون الروفيوهات اللي أقدمها بالقناة تستفادون من عدو أي سؤال طبعا عدكم تركوا لي في صندوق التعليقات أنا رح أجاوبكم عليها أخيرا أقول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتابعوني على موقع التواصل للظهر على الشاشة وليتلقوا الروابطة في صندوق الوصف تحياتي لكم وشكرا